رشيها في الحوض وتخلص بيها من جميع 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 أنواع الحسد والسحر أيًا كان نوع السحر اللي عندك سبحان الله والله العظيم هتخلصك من كل المشاكل اللي بتعاني منها ثريعة جداً وبسيطة بتمنع الفقر، بتمنع الحسد، بتمنع السحر بتمنع أي مشاكل وعكوسات من البيت حتى لو كانت مشاكل ملاش حل أبداً حتى لو كانت تفريق بينك وبين زوجك أو بينك وبين أولادك تعالوا مع بعض نشوف الطريقة إزاي سهلة وبسيطة لمجرد ما تجهزيها وترشيها السلام عليكم معاكم في قناة روحانيات ست البيت 2 النهاردة طريقتنا مختلفة عن أي طريقة تاني شفتوها قبل كده أو أي طريقة حتى اتعملت أو أي حاجة من الحاجات اللي شفتوها هنفعت بقى ما نفعتش النهاردة جيالك بطريقة مختلفة تماماً عندك البيت عندك دايماً وتملي في مشاكل وتملي في عكوسات وعندك دايماً في حد منظر عليك حياتك والله العظيم لمجرد ما تعمل الطريقة دي هينزح من طريقك وهتلاقي إن كل العقبات وكل المشاكل وكل الحاجات الصعبة اللي في حياتك عدت وهتلقي إنه كإنه سبحان الله فرج السماء من الأرض وكإنك كده كنت في حلم لا فيه في حياتك مشاكل ولا فيه في حياتك سحر ولا فيه في حياتك أي حاجة بتنغص عليك حياتك لأي حالة لأي شيء ممكن تكتبيلي تقوليلي ده أنا عندي مشكلة مختلفة عن كل اللي قلتيه أنا هو بقولك دي لجميع المشاكل لكل المشاكل اللي بتعاني منها في الأول كده نسمي الله ونصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة النبي بتزيدنا دايما باركة وخي ونبدأ نجيب جزازة ونبدأ نعبيها من المية يكون طبعا المية بتاعتك تكون كويسة وعلى الأقل الجزازة تكون نظيفة طبعا وعلى الأقل المية نسيبها ما يقلش عن مثلا عشر دجاي ربع ساعة كده يعني تمام؟ مش أكتر من كده لشان المية تصفى والمية تنضف من أي شوائف فيها ومن غير تغطية من غير ما تغطيها يعني هنبدأ بعد كده ناخد الجزازة بعد ما سبناها شوية ونطفت معنا كده بالشكل ده وطبعا قبل ما نستخدمها عاوز أقول لك إنه الحوض بتاعك يكون نظيف جدا حاولي على كده ما تقدري ما ترميش رواس بالأكل رواس بفتاة العيش ما ترميش فتاة الشاي أو المشربات السخنة ما ترميش أي زيت مغلي ما ترميش أي حاجة في الأحواض لأن دي أسباب المشاكل هنبدأ نجيب كده شوية من دول زي ما انتم شايفين كده من السكر الأصفر أو السكر الحبيبات بس اللي لونه سر شوية يعني بيكون سكر خام سكر تجيل كده هو السكر العادي المتوفر في كل بيت بس يكون مش بودر وعليهم شوية كدهم بالزبط كده من الملح وعليهم شوية كدهم ما نقطرش أكتر من كده من الملح هنحطينا هنا سكر وملح فقط لا غير ما تحطيش خل ما تحطيش بخل طمر ولا أي شيء هما الاتنين دول بس وهجلك ليه طبعا بعد ما حطتيهم كده بالشكل ده نبدأ نغطي الجزازة ونسيبها لحد ما بصوا سيبيها وقت الوقت اللي هي عاوزها علشان تدوب من غير ما ترجي ولا تدوب في المكونات بتاعتها اللي احنا حطيناه يعني ما تدوبهمش بأي معلجة ولا أي شيء وما ترجيهمش تسيبيهم كده ممكن يكونوا معاك يعني يعني أكتر حاجة ممكن ربع ساعة تمام ربع ساعة تانية لحد ما تصفى وتحسيها دابت وتحسيها كل الحاجات اللي فيها اندمجت في بعض كده وما فيش أي أثر للسكر ولا الملح واختلطوا تماما تماما من غير أي تجليب من نينة خلاص طبعا هورهالك بعد ما أخدت الوقت اللي هي محتاجة الوقت ده مش هيطول يعني بس ده شرط يعني لاستخدامها وحتى لو أنت مثلا هتجيبي مية بملح وسكر وترشيها على الأعتاب مثلا ما تحاولش تحط فيها إيدك وتدوي بيها بإيدك أو بأي حاجة تاني أو هتحط مثلا ملح سمعتي وصفة أو طريقة بتقولك إيه حط الملحة في المية ورششي في بيتك فما تحطش الملحة وتدوي بيه لأ ما بيدوبش الملحة من النوعيات دي ما بيدوبش احنا بنسيب وقته معين لحد ما يدوب لوحده ده بيكون أفضل يعني بيكون أفضل بكتير عشان الناس يعني اللي عندها قوسات ولي عندها مشاكل من النوعيات دي في البيت فما تحطش في إيدك هو لمجرد ما تحطيهم هياخد وقته ويدوب طبعا بالشكل ده زي ما انتم شايفين صفة المية تماما 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 مش هتاخد وقته يعني ما تخليهاش تدوب يدوب الملح والسكر داخل المية وانتي إيه وانتي فتح الجزازة ده بيكون غلط وانتي تكون يجافل الجزازة كويس جدا 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 بعد كده طبعا على حوض نضيف وحوض مفوش باجئ أكله وحوض مفوش أي مواعين وحوض يعني نضيف تماما تسلك ومفوش أي راسب ولا أي حاجة ونبدأ ندلق المية بالشكل ده كده شوية شوية بصوه شوية شوية كده على الحوض لو عنديك حوض ثاني تقدر تعملها على الحوض الثاني عندك حوض ثالث تقدر تعملها على الحوض الثالث المهم عمليها على أحوض البيت وابدأ أشار بها كويس خالص خالص وبعد ان تتعمل دي تقريبا ممكن مثلا تجودي ساعة كده أو حاجة ما تجربش على الحوض ما تتحملش في أي ميا أي مواعين لو في أي مواعين حطتيه في أي حتة تانية عشان تعمل معاكي مفعول يعني عشان مترجاش تقولي لي هي ليه ما عملتش معي عدن عملتها وما نفعدش او ما عملتش معي نتيجة او الكلام ده فعلى الاقل وانتي سايبها انه هتسيبيها اه اللي هو ايه هتسيبيها ال اه ما يقلش عن ساعة ويبقى ما فيش ايه اي موعين ولا اي حاجة يعني ممكن اقدر اقول لك ما تستخدمش الحوض شوية دور الشيء بنفس الطريقة كده لحد ما تخلصي الجزء ازا اه عادة الحوض بتاعك عاودي نفسك علشان المشاكل في البيت ما تكترش وعشان كل الكلام ده ونفسيتك اصلا ما تتجلش كده من دخول المطبخ وتحس نفسك يعني كأنك في ايام كبيسة والكلام ده نضفي دايما تملي اهو المتصحي حوضك وبيتك والاماكن اللي فيها القمامة عزاكم الله يعني والاماكن اللي فيها تجمعات باقي الاكل والحاجات دي تنضفيها اول باول لاني دي بتنتقي للطاقة وحشة جدا للبيت وللي في البيت وبتجيب مشاكل وكمان القمامة متبيتهاش اكتر من يوم في البيت فعود نفسك الصبحية وقبل ما تنامي لانه ده الاوجات او دي الاوجات اللي بتكون اه احنا مش عايشين في الدنيا الوحيدين فبيكونوا الاشخاص التانين او الناس التانين اللي موجودين حوالينا هم اللي بيستعملوا الحاجات دي وخصوصا وقت النايم انت واولادك فانت اه سايب المكان مش مظيف او سايب المكان مثلا اللي هو اه يعني اه مليان حاجات مش حلوة والكلام ده كله فده الوقت اللي هم بيستخدموا فيه الاحواط بيستخدموا فيه الحمام بيستخدموا فيه الحاجات دي لأوقات اللي احنا مش بنستخدمها فيها فلما تسيبي الحوض وتروح تنامي سيبيه نظيف أفضل لما تسيبي سلة القمامة عزكم الله تسيبيها وهي فاضية مش مليانة لما تسيبي الحمام وتروح تنامه وتسيبيه نظيف مفوش هلوم مفوش صبون مفوش كل الكلام ده اللي سبق وتكلمت عنه فاخد بالك من التفاصيل دي والحاجات دي لإنها هي يعني السبب يا إما تخليك دايما عايشة حياة مرتاحة دايما بيتك مليان مال ورزق وخير وبركة دايما بيتك مفوش مشاكل يا إما بقى بتجيب لك المشاكل لو أنت معملتيش التفاصيل اللي قلتلك عليها دي خلاص فحاجات بسيطة يعني مش مش أقدر أقول لك إنها صعبة أو هتروح مش عارفة تعمل إيه أو إلا حاجات يوميا عاودي نفسك على الكلام ده عاودي نفسك عتبة بابك العتبة نفسها ما يكونش فيها أحزيار حتوحشة دايما حطي ملح على الأحزيار ونضفيها وابعديها عن عتبة الباب دايما عاودي نفسك ما فيش قمامة تكون قدام فتحت الباب ده شيء مقزش جدا شيء مش حلو خالص يعني نضفي دايما عتبة بابك وخلي دايما الملايكة وخلي دايما التقسس الإيجابية الأبسط يعني تدخل بيتك تخليش التقسسل بيها هي اللي داخلها بقمامة بكل الكلام ده يريد تعملوه وتنفزوه حالا يعني بصي ومي بيها على طول ويعمليها ونفزيها والله العظيم من أسهل الطرق اللي يعتم لبيتك رزق ومال وخير بدون انقطع بإذن الله يريد دعوة حلوة من قلبكم يريد لايك للفيديو عشان تدعموني يعني أن أنا أقدم لكم مزيد من الطرق والحاجات السهلة والبسيطة على أي حد نعملها للتخلص من جميع أنواع الحسد السحر العقسات كل الكلام ده والله العظيم وصدقه في كل كلمة بقولها لكم وربنا واحد ويشهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر